مشاهدين كشفت صور للأقمار الصناعية نشرتها وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس خطوط صدع ناجمة عن زلزال تركيا المدمر وأوضحت الوكالة في منشور عبر تيليجرام أنها تواصل مراقبة عواقب هذا الزلزال في جنوب شرقي تركيا ونشرت الوكالة الروسية صورا للمنطقة المنكوبة قبل وبعد زلزال المدمر حيث تظهر هذه الصور كما تتابعون آثار الصدع الذي سببته الهزة الأرضية في محيط مطار هتاي